السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه الجمع بالاحتفاظ ومن دونه إذن دعونا نبدأ احسب ذهنياً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقوم بحل عملية حسابية لعددين أحدهما عقد والآخر أصغر من عشرة تعالوا أولاً نرى الطريقة العادية التي تعودنا عليها في المدارس وهي كالآتي مثال 30 زائد 6 يساوي لحل هذه العملية الحسابية وإيجاد الحل أولاً نجمع الآحد مع الآحد يعني 0 زائد 6 يساوي 6 نضعه في خانة الأحد العشرات مع العشرات يعني 3 زائد 0 يساوي 3 ونضعه في خانة العشرات إذن النتيجة التي نتحصل عليها لـ 30 زائد 6 هي 36 استكشف لبعث نواتي مكتبة بمدرستنا جمع تلاميذ المجموعة ألف 62 قصة و35 مجلة علمية وجمع تلاميذ المجموعة باء 27 قصة و57 مجلة علمية أولاً احسب عدد القصص الجملي عدد القصص الجملي 62 زائد 27 يساوي 89 ثانياً احسب عدد المجلات العلمية الجملي عدد المجلات العلمية الجملي 35 زائد 57 يساوي 92 ثالثاً استعين بالجداول التالية لجمع 37 و28 الجدول الأول يمثل العدد 37 الجدول الثاني يمثل العدد 28 الجدول الثالث يمثل نتيجة جمع 37 زائد 28 ليعطينا نتيجة تساوي 65 تدرب أولاً اجمع 36 و35 مستعيناً بالجداول التالية نجمع أعداد آحاد الجدول الأول لنتحصل على العدد 11 ونمثله في الجدول الثاني نضع 10 مربعات في أعلى خانة الآحاد ونضيف المربع 11 أسفله عشر مربعات في خانة الآحاد نمثلها بعشرة واحدة في خانة العشرات لتعطينا بذلك نتيجة لهذه العملية تساوي 71 نمثلها في الجدول الثالث بوضع مربع واحد في خانة الآحاد وسبعة عصيات في خانة العشرات ثانياً إنجز عمليات الجمع الآتية سبعة وعشرون زائد ستة عشر نجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات سبعة زائد ستة يساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع اثنان ذائد واحد لتصبح النتيجة ثلاثة وأربعون تسعة وأربعون زائد خمسة وثلاثون تسعة زائد خمسة يساوي أربعة عشر نكتب أربعة ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع أربعة زائد ثلاثة لتصبح النتيجة أربعة وثمانون ثمانية وثلاثون زائد تسعة وخمسون ثمانية زائد تسعة يساوي سبعة عشر نكتب سبعة ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع ثلاثة زائد خمسة لتصبح النتيجة سبعة وتسعون ثالثاً إنجز العمليات وفق الوضع العمودي ستة وسبعون زائد ثمانية عشر ستة زائد ثمانية يساوي أربعة عشر نكتب أربعة ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع سبعة زائد واحد لتصبح النتيجة أربعة وتسعون تسعة وثلاثون زائد ستة وعشرون تسعة زائد ستة يساوي خمسة عشر نكتب خمسة ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع ثلاثة زائد اثنان لتصبح النتيجة خمسة وستون خمسة وعشرون زائد خمسة عشر خمسة زائد خمسة يساوي عشر نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع اثنان زائد واحد لتصبح النتيجة أربعون أربعة وعشرون زائد ستة وأربعون أربعة زائد ستة يساوي عشر نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد ونضيفه إلى ناتج جمع اثنان زائد أربعة لتصبح النتيجة سبعون وظف لعب مهدي وأسامة لعبة كرة السلة على الحاسوب فسجل كل منهما النقاط المبينة بالجدول التالي من الفائز؟ وعلّل إجابتك عدد النقاط التي سجلها مهدي في الشوط الأول ثمانية وعشرون وفي الشوط الثاني تسعة وعشرون عدد النقاط الجملي ثمانية زائد تسعة يساوي سبعة عشر نكتب سبعة ونضيف الواحد إلى ناتج جمع اثنان زائد اثنان لتصبح النتيجة سبعة وخمسون عدد النقاط التي سجلها أسامة في الشوط الأول أربعة وعشرون وفي الشوط الثاني سبعة عدد النقاط الجملي أربعة زائد سبعة يساوي إحدى عشر نكتب واحد ونضيف الواحد إلى الاثنان لتصبح النتيجة واحد وثلاثون إذن الفائز هو مهدي لأن مجموعة نقاطه أكثر من مجموع نقاط يسامة سبعة وخمسون أكبر من واحد وثلاثون قيم باع صاحب دكان أربعة وأربعون خبزة وثلاثة وعشرون قطعة مرطبات في الصباح وتسعة وثلاثون خبزة وثمانية وثلاثون قطعة مرطبات في المساء أولاً احسب عدد الخبزات التي باعها في اليوم عدد الخبزات التي باعها في اليوم هي مجموع أربعة وأربعون زائد تسعة وثلاثون لنتحصل على ناتج يساوي ثلاثة وثمانون ثانياً احسب عدد قطع المرطبات التي باعها في اليوم عدد قطع المرطبات التي باعها في اليوم هي مجموع ثلاثة وعشرون زائد ثمانية وثلاثون لنتحصل على ناتج يساوي واحد وستون